السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إخواننا الأكارم أرحب بكم مجددا سأقدم لكم اليوم سر من أسرار علاج العكم بإذن الله بوصفة طبية وضعت على يد خبراء لأكثر من 18 عام لتكوين وتنشيط سائل الرجل وزيادة حركته وأيضا تنشيط القدرة الجنسية لدى الرجال تابعوني بالوصفة بعد الفاصل فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو إذن أخواننا الأكارم إليكم هذه الوصفة الحصرية تتكون من عدد من المكونات البسيطة والسهلة هي من بذور الخاس وبذور الفجل وبذور الجرجير طبعا هذه المكونات الثلاثة بالإضافة إلى عسل النحل أو عسل الملكان هذه الوصفة ممتازة جدا طبعا لتنشيط السائل لدى الرجال أيضا يوجد مكون آخر سأتكلم عنه في آخر الفيديو بداية هذه البذور الثلاثة لها فواد عظيمة جدا حيث أثبتت دراسات حديثة أن هذه البذور بعد إضافتها إلى العسل وتناول ملعقة يوميا إلى ملعقتين يعني ملعقة صباحة وملعقة مساءة تعمل على تنشيط السائل لدى الرجال وزيادة حركته وأيضا تزيد من القوى الجنسية لدى الرجال فأطلعكم على بعض فوائد هذه البذور الثلاثة كبذور الخاص فهو غني بالمعادن مثل الزنك والحديد والفيتامينات وأيضا له أهمية في حل مشاكل الجنسية والأمراض التناسلية كالعقم عند الرجال فهو مفيد جدا في تكوين السائل المنوي وزيادة حركته الحيوانات المنوية من جهة وتنشيط القدرة الجنسية من جهة أخرى أيضا هو مهم للنساء يعني الأخوات اللي حابين يأكلوا من هذه البذور مع العسل هي أيضا مهمة للنساء حيث تحتوي على نسبة عالية من هورمون الأستروجين المسؤول عن حل مشكلة ضعف والطبويض عند النساء وزيادة الخصوبة هذه هي البذور الثلاثة بذور الخاص بذور الفجل وبذور الجرجير نقوم بإضافة تقريبا جرعة أو كمية متناسبة مع عسل النحل بمقدار تقريبا خمسين جرام من كل هذه البذور يعني خمسين جرام من الخاص خمسين جرام من الفجل خمسين جرام من الجرجير نقوم بإضافتهم إلى عسل النحل الطبيعي وخلطهم جيدا ويمكن إضافة المكسرات كالكاجو والبندق واللوز وبعد ذلك نقوم بتناول ملعقة يوميا على ريج النوم للرجال طبعا وملعقة أخرى قبل النوم يتم استعمال هذه الوصفة لمدة خمسة وأربعين يوما ومن ثم نقوم بعد ذلك بعمل فحص للسائل الذكري فإن شاء الله راح تلاقوا في تحسن في هذه المشكلة وفي حل هذه المشكلة طبعا هذه الوصفة منقولة عن يد خبراء لأكثر من 18 عام لهم في هذا المجال الموضوع الآخر المكون الثالث الذي قلت سأشرحه في آخر الفيديو هو وصفة عبارة عن مطحون للجنسنج الأحمر وحبة البركة بالإضافة إلى مكونات أخرى بسيطة هذه تنشط الدورة الدموية تنشط القدرة الجنسية للرجال أنصحكم باستعمال هذه الجنسنج الأحمر سواء كان منفردا أو مع حبة البركة كمشروب أيضا في الصباح نقوم بأخذ هذا المشروب نضع فيه يعني كاسة محلابة العسل وبرضو ناخد كاسة من هذا المشروب صباحا وأخرى مساء قبل النوم مكوناته سهلة وبسيطة جدا سأضحها لكم الآن مكونات هذه ممكن أخذ هذه المقادير وطحنها معا واستعماله كمشروب يومي بالإضافة إلى ملعقة العسل طبعا مع هذه البذور استعملوا هذا المشروب مع هذه البذور لمدة 45 يوما ستلاحظون إن شاء الله الفرق الكبير في هذا الموضوع أتمنى يكون لإعجابكم إخوتي وأخواتي هذا الموضوع وأتمنى لكم الشفاء دوما لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك أسفل الفيديو لمزيد من التسجيع انتظرون إن شاء الله بوصفة جديدة وإلى اللقاء